بعد ستة أشهر من الإبهار وتحطيم الأقام القياسية تودع الإمارات أكسبو دبي 2020 الذي يزدل الستارة على فعالياته بحفل ختمي يقام في سحة الوصل القلب النابض لأول أكسبو دولي يقام في المنطقة على مدى 182 يوما أقيمت في أروقة أكسبو فعاليات وأنشطة متنوعة منها الثقافية والاجتماعية والعلمية والبيئية نظمتها مؤسسات ومنظمات دولية وعدد من الدول المشاركة بهدف تبادل الثقافات والتجارب وعرضها على الجمهور رسائل عدة نجحت الإمارات في إرسالها للعالم من خلال هذا الحدث الذي نجحت في استضافته بامتياز فعلى صعيد الأرقام كسر أكسبو دبي الرقم القياسي لزوار معرض أكسبو ميلاً 2015 ووفاقه بنحو 800 ألف زائر بعد أن وصل عدد زائره إلى أكثر من 22 مليون زائر خلال فترة عقادة كما رابحت الإمارات رهان حجد أكبر تجامع عالمي من نوعه منذ بداية فترة جئاحة كورونا وضمت الملايين من جميع أنحاء العالم تحت مظلة واحدة تسودها قيم المحبة والتسامح وتقبل الآخر وبينما يعد الجناح المصري أحد أهم الأجنحة المشاركة في المعرض حظى الجناح باهتمام رواد الحدث العالمي كافة منذ بدء الفعاليات وحتى اليوم الأخير حتى تخطت أعداد زواره أكثر من مليون زائر من مختلف الجنسيات والأعمار الذين توافدوا إلى مقره بمنطقة الفرس للاستمتاع برؤية القطع الأثرية الفرعونية والعروض البصرية التي تعبر عن النهضة الهائلة التي تشهدها مصر في شتى المناحي العمرانية والحضارية والعلمية والثقافية وغيرها تحديات كبرى واجهت الإمارات قبل تنظيم هذا الحدث الكبير إكسبو دبي 2020 لكن كعادتها أبت إلا أن تبهر العالم بنسخة يقول محللون إنها الأفضل في تاريخ المعرض